هذه الاجتماعات تندرج ضمن التنسيق الذي يجري بين الجيش العراقي وبين قوات البيش ماريا البطلة في سبيل وضع اللمشات الأخيرة على عمليات تحرير مدينة الموصل ومحافظة نينو اجتماعات تجري بجو عالي من التفاهم وانما جميع النقاب تم التفاهم عليها ان شاء الله والعمور تبشر بخير وان شاء الله الفرج قريب لانه السيد القائد العام للقوات المسلحة سيد رئيس الوزراء يعني معطي جل اكتمام بموضوع تحرير مدينة الموصل وايضا هنا تفاعل كبير من قبل سيد رئيسة كردستان السيد مسعود برزاني وان شاء الله الفرج على اهلنا قيب القطعات وكل الناس راح تشترك مثل ما قلنا الكل لازم تضع بصمة اللي ما انشاده حاليا بالديارة والشرقات شيء رائع جدا انا متفاعل جدا متفاعل من حماس السيد الرئيس الوزراء قال الان موطات المسلحة الفرج قريب تنسيق بيننا ويلا المسلحة البيش مرقى يعني على التموجة والتحالف الدولي جاعز بالكامل لتحرير او لمساندنا في تحرير مقابل يعني هما صبره صبر يعني ما ادري شوصف يعني صبر عظيم يعني لكن بعد الاسف يوسرا ان شاء الله نريدهم يعني واملنا بيوم كبير وثقتنا حاليا انه راح نشوف نفس الحماس اللي وجدناه بالقيارة نفس الروحية اللي وجدناه بالشرقات راح نلقاهه بمحافظة نينواب مركز المدينة وان شاء الله العملية تم بسرعة ودون اي تضخيات لا بالمدنيين ولا بالعسكريين ان شاء الله ومن بول العسكريين كل قطعات انا متفعل جدا والله لا ناكل اتراف ناكل اتراف ونفترش العرض ونفتح بالسماء لازم نحرر مدينة الموصل لا يسمعون هاي التهويلات كل شي ماكو ان شاء الله ندخل الموصل امنين لا تسمعون هاي التهويلات وهذه يقول كذا متعرف نعزح وكذا كارثة انسانية ان شاء الله كل شي ماكو العدو منهار وراح يشوف اللي ما شايف وراح يصير فردهم ماكو هالهم لا تسمعون هاي التهويلات ومثل ما قلت لك مستعدين نواجه الاسور كقوات مسلحة وبعيون ما نخلل الاهالي وان شاء الله كل شي ما يصير عليهم موسيقى موسيقى موسيقى